اشتركوا في القناة البوليساريو ان تخفيها وتسكت الناس دون الخور فيها انبعتت اليوم في اعنف ثورها وتوالت معها انكثارات هذا الكيان الاجوفة لتعلن بذلك النهاية قبل ايام عيشنا اخر انكثارات البوليساريو حيث شكل قرار مجلس الامن الدولية رقم 24-94 مقصلة اعدمت بها كل امال البوليساريو في التأثير على المصاري الاممي الذي بات اكثر تشبتا بالخيارات الواقعية قرار اثال الكثير من ميداد الصحراويين الذين اصبحوا يقرون بانحصار الافق امامهم مع استمرار قيادتنا لم نعرف فيها الا ثيرتها التي تلطخته بدماء الكثير من الابرياء حتى الذين عرفوا بولائهم الاعمى لهذه القيادة باتوا يطرحون السؤال نفسه الى اين ان هذا السؤال يختزل كل شيء عن وضع البوليساريو اليوم اليس من الوهم ان نستمر في تصديق اكاديب هذه القيادة التي عبثت وما زالت تعبت بمصائر الناس من اجل مصالحها الضيقة بل ان كل الثلوكات تظهر وجها قبيحة لمجموعة من المجرمين لا يكثرثون لتطلعات من يدعون ثمثيلهم فالبشير مصطفى الثير في احدى خرجاته المشينة قال دون اي تحرج ان القيادة تعترف بجرائمها وانها تضع الضحية في مقام الجلادة فكلهم شهداء فكيف لرجل ثوية ان يقيم حكما باسكات الضحية وتبجيل الجلادة اليس هذا الاستهتار بألام الضحايا يأكث زياحا عن القيم الانسانية وشذوذا عن الطبيعة ليس لثلوك البشير مصطفى الثيد الى تفسيرا واحد انه الخوف الذي جعل مجرما مثله يدعى الثيد احمد البطيلة يتحدى كل الصحراويين ويخرج على اصحابه في اجتماع مغلق لامانات الجبهة ليندرهم ان اي حديث عن الحساب سيحرق الاخضر واليابس انه الخوف الذي يعتري كل قيادة البوليثاريو خوفها من ماضيها الذي ارتثمت ثوره القبيحة من قتل واقتصابه وتمثيل بالجثة وخوفها من الحادر وقد تعالت اثوة الصحراويين المطالبين بالقثاث واتثعت دائرة المنتقدين لها وخوفها من المستقبل الذي تحاول هذه القيادة يائثة ان تطوعه ليمر مؤتمرها في دجنبر باخف الادرار تقف قيادة البوليثاريو على فوهة بركان من الغضب فهي تخاف من قضية اختفاء الخليل احمد محمود رفيقهم على ارض الجزائر منذ عشر ثنين فعائلة المختفي وقبيلته وكل الصحراويين يخرجون اليوم بوجه مكشوف ليبثوا في المخيمات روحا نضالية تقف في وجه هذه القيادة وتعلن ان الزمن اكاديبهم حول اختفاء الخليل قد ولع كما انها تخاف من الفاضي البريغا وملي اببو الزيد ومحمود الزيدان المناضرون الصحراويون الذين اعتقلتهم ظنا منها ان اعتقالهم سيؤمن لها الطريق نحو المؤتمر غير ان ذلك لم يزدهم الا اصرارا على اثمع صوتهم للعالم من رحم سجن ذهبية وجاءت القشة التي ستقسم ظهر البعيرة وتكشف للصحراويين وللعالم نزعات الاجرام عند هذه القيادة فالبوليثاريو التي لا تعرف الا لغة القمع والتنكيلة بالضحايا والاعتداء على اعراض الصحراويين اخترت ان تستعمل اردل الاثاليب بعد ان نشرت على موقع يديره محمد ثالم العبيدة مدير القناة الصحراوية صورا حميمية لامرأة الصحراوية اخذت من هاتف زوجها المعتقل لدى البوليثاريو هذا الثلوك الارعانة الذي قامت به القيادة بدافع الانتقامة يظهر اننا امام عصابة تختطف من تريد وتعذب من تريد وتعتدي على شرف ميثاء الصحراويات دون حثيب ولا رقيبة فقمت الاجرام ان تقوم قيادة البوليثاريو باعلان الحرب على قيم المجتمع الصحراوية والاعتداء على شرف امرأة الصحراوية اختارت ان تدافع عن ثوجها غير ان قيادة البوليثاريو التي ظنت انها بفعلتها هذه ستردع كل الصحراويين وتحاول دون انتقادهم لها قد وقعت في شر اعمالها مرة اخرى بعد ان جر عليها تثريب الثور غضب شباب المخيمات الذين هاجموا مقر القناة التي يديرها العبيد وكثروا تجهيزاته والسيارات التابعة لها كرد فعل على الاعتداء على شرف صحراوية رفضت ما تقوم به البوليثاريو من انتهاكات في حق ذوجها هي بداية النهاية فحجم الغضب على قيادة البوليثاريو يتزايد كل يوم واثوات الضحايا تتعالى من اجل القصاف ومؤتمر دجنبير لن يمر كما يريد له ابراهيم غالي واصحابه اعتبرت الامارات العربية المتحدة قرار المغرب ترشحي لاستضافة المؤتمر الدولي الثابع لوكالات الانباء عام 2022 قرارا بعيدا عن روح الاخوة وقال المجلس الوطني للاعلام في دولة الامارات العربية المتحدة انه يعبر عن دهشة وقوف وكالة المغرب العربي للانباء ضد وكالة انباء الامارات ومنافستها لاستضافة المؤتمر الدولي الثابع لوكالات الانباء عام 2022 ووصف هذا الامر بانه بعيد عن روح الاخوة التي تربط دولة الامارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية الشقيقة وقالت وكالة انباء الامارات انها تقدمت بطلب استضافة المؤتمر اثناء الاجتماع الذي عقده المجلس الدولي لوكالة الانباء وهو الجهة المعنية بتنظيم المؤتمر في لندن لكنها تفاجأت اثناء اجتماع دات المجلس في العاصمة البلغارية صوفيا حيث اعلن خليل الهاشم الادريثي المدير العام لوكالة المغرب العربي للانباء استعداد المغرب استضافة المؤتمر الدولي الثابع عام 2022 واعتبرت الامارات انه من غير المستثاغ تنافس وكالتين عربيتين على عقد مؤتمر دولي لذلك طلبت من الهاشم الادريثي سحب الترشيح المغربية كما وجهت دعوة مماثلة لبريطة من اجل سحب الترشيح قبل المؤتمر القادم في التاني دوجنبر لتنتهي هذه المثألة بشكل طبيعي ولألا يصبح العرب اضحوك امام الاجانب يشارك وفد مغربي مهم حاليا في الدورة الثانية لمنتدى افريقيا للاستثمار التي تحتضن وجوانثبورغ عاثمة جنوب افريقيا والتي تشكل فرصة لاستعراض مؤهلات المملكة للمستثمرين الافارق والاجانب وكدام ثاهمتها في جهود التنمية الاقتصادية في القارة وخلال يوم افتتاح هذا المنتدى عقد اعضاء الوفد المغربي ثلثلة من الاجتماعات مع مسؤولين من العديد من البلدان الافريقية وممثلي وكالات التمويل وكبرى مقاولات القطاعين العام والخاص ومندوبية الصناديق الثيادية والاستثمار والتقاعد وشكلت جاذبية المملكة التي ما فتأت تتأكد بفضل الاصلاحات التي تم تنفيذها خلال العقدين الماضيين محور هذه اللقاءات وتم بالمناسبة استعراض مختلف النقاط التي تمثل قوة المغرب لثيما استقراره السياسي وموقعه الجغرافية الاستراتيجية باعتباره ولوج بامتياز في القارة الافريقية ومشاريعه الضخمة للبنية التحتية وكالا القطاعات الرئيسية التي طورت فيها المملكة ميزة تنفسية مشهود لها بما في ذلك الطاقات المتجددة والمنتجات المالية كما يتعلق الأمر بمذاي لا تمر مرور الكرام في التقارير الدولية والقارية التي يطلع عليها المستثمرون بعناية كما تم التطرق خلال هذه اللقاءات إلى مساهمة المغرب باعتباره فعلا أثاثيا في المشهد القارية في جهود التنمية في إفريقيا وهو دور يظل مطلوب من الشركاء الأفارق الذين يثقون في رائد قارية جعل من النهود بالتعاون جنوب جنوب جزءا أثاثيا من سياسته الخارجية وتم بالمناسبة استعراض عدد من قصص النجاح المغربية في العديد من البلدان الإفريقية ويشكل منتدى الاستثمار الإفريقية المعروف بدافوس إفريقيا والذي يعقد للسنة الثانية على التوالي في جوهانسبورغ بمشاركة رؤساء دول ورجال أعمال وممثلي صناديق تقاعد وصناديق سيادية ومستثمرين مؤسساتيين واجهة مفضلة بالنسبة للمغرب لتأكيد الثورة في إطار دبلوماسية اقتصادية جريئة ومنفتحة يؤشر إلى أن هذا المنتدى الذي يسعى لأن يشكل منصة لبلورة صفقات مربحة في إفريقيا مكن خلال دورة لثنة 2018 من عقد حوالي 50 صفقة بقيمة 39 مليار دولار من جهته تم اليوم الثلاثة عقد اجتماع مهم حول الاستثمارات في المغرب تحت عنوان المغرب ربط الثلاثل القيمة العالمية وتميز اللقاء بمشاركة العديد من المستثمرين والفاعلين المؤسساتيين من إفريقيا وخارجها وينظم هذا المنتدى من طرف البنك الإفريقية للتنمية التي تربط بالمغرب علاقات ممتازة منذ عدة ثنوات حيث تعد المملكة أول متلق للتمويلات من هذه المؤسسة المالية القارية ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث ممثلين عن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والمكتب الشريف للفصفار ومجموعة التجاري وفابونك والقطب المالي للدار البيضاء والوكالة المغربية لثنمية الاستثمارات والصادرات وكد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغرب المقيمين بالخارج ترجمة نانسي قنقر